السلام عليكم ورحمة الله أسأل الله مساءكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم معنا في موعد متجدد من استوديو اليرموك كالمعتاد سنصلت الضوء على أبرز وآخر المستجدات وتطورات بالتحديد في مشهدنا المحلي ونعتقد أن الموضوع الأبرز الآن هو موضوع الشباب المتعطلين عن العمل وظاهرة يمكن اتدأها الدكتور العريني بالمسيرة اللي بداها من الطفيل إلى عمان وتوظف بالمناسبة الدكتور العريني توظف يعني اللي كان دكتور وكان معه 12 ولد من أبنائه يعني خاضوا هذه المسيرة احتجاجا على أنه دكتور معه شهادة دكتوراه يعني ومش قادر يحصل على وظيفه ويصرف على نفسه وعلى ولاده والحمد لله لها تمت على خير هذه الفكرة يمكن فكرة رائدة فكرة جديدة ابتدأها الدكتور العريني انتقلت لشباب العقبة بلشوا 40 شب صاروا 260 شب انضم إليهم شباب من المحافظات راحوا معهم على الطريق العشاير العشاير الأردنية الأصيلة كانت تستضيف الشباب بمضاربها في البادية وعلى امتداد طريق يعني العقبة عمان اليوم المفروض يكون الشباب وصلوا لعمان رحت الفكرة لمادبة شباب ذيبان بكرة رح ينطلقوا في مسيرة الفكرة رحت على الزرقة بدون يطلعوا بمسيرة الفكرة رحت على عجلون بدون يطلعوا بمسيرة الآن الفكرة عم بتتبرور في معظم المحافظات وعم بتكبر ككرة الثلج مبارح ايضا عن شباب اربد وطلعوا بمسيرة من اربد من منطقة الطيبة بالتحديد والله اعلم قدير رح يلحقهم شباب من قرى اربد ووصولهم من طريق اربد عمان الكل يستهدف عمان والكل يستهدف بالتحديد الديوان الملكي الديوان الملكي الهاشمي لافت جدا انه مش المقصد الرابع ولا الدوار الرابع لا برمزيته كما كان لوجود مبنى رئاسة الوزراء وبالتالي الخطاب مش مع الحكومة الخطاب مش مع الحكومة وواضح انه الخطاب يراد به شعبيا ان يتوجه مباشرة الى رأس الدولة الى الملك ايضا لم يتوجه الى الرابع برمزيته الحراكية الان فيه بالرابع رمزيتين رمزية رئاسة الوزراء وبناء عليها تولدت رمزية اخرى المتمثلة في الاعتصامات اللي بتدعت برمضان والان موجودة في كل خميس واللي للأسر شديد افتقدت لبريقها ولشعبيتها لأسباب عديدة وكثيرة حكينا جزء كبير منها في حلقات ماضية ولكن واضح ايضا ان الحراك التقليدي خلينا نحكي مش هو هدف هذول الشباب هذول الشباب مش حراكيين بالمفهوب التقليدي المعروف ما عندهم مطالب سياسية مباشرة مطالب سياسية مباشرة ما فيه المطلب هو انصافنا وحصولنا نحصل على وظائف نعيش منها اذا هو مطلب معيشي معيشي بحت بعيدا عن السياسة ولكن ولكن وهذه اللكن مهمة لصانع القرار انه كثير من الحراكات الشعبية مش في الاردن ولا حتى في الوطن العربي في الوطن العربي بلشت وبالمناسبة في تونس بداية الحراك في نهايات الالفين وعشرة كانت من المتعطلين على العمل في تونس ابتدأت برضو ككورة الثلج تتدحرج وعمت بعدين الالحاء في تونس في اوروبا ايضا الحراكات حراكات على اي مكان اي مكان للحقيقة اللي عنده مطلب ومطلب محق هذا يكسب التعاطف ويكسب التأييد من مختلف الالفئات وبالتالي هنا في الاردن ربما كورة الثلج تتدحرج اكثر واكثر وتكبر اكثر واكثر لتشمل كل المتعطلين على العمل اذا توحدت مطالب المتعطلين على العمل من خاصة نحن رح نحكي عن معظمها رح تكون من فئة شباب اعتقد انها رح تسبب قلق كبير وكبير جدا للحكومة اليوم سمير رفاعي رئيس الوزارة السابق طرح هذا الموضوع للرزاز وقال له شو رح تعمل مع كورة الثلج اللي بتدحرج هاي ورح تكبر في موضوع المتعطلين على العمل طبعا الرزاز بقول لك هاي مش مشكلتي مش مشكلتي لوحدة هذه مشكلة متراكمة والحل ما بيكون بكبسة زر صح انا اتفق مع الرزاز انه الحل لا يكون بكبسة زر وانا اتفق انه المسؤول عن البطالة في الاردن اللي الارقام الرسمية بتحكي 18.7 وهو رقم كبير بالمناسبة حتى لو اخدنا الرقم الرسمي ولكن الارقام الحقيقية والواقعية اكبر من ذلك بكثير بكثير حسب العديد من الخبراء وعندك على ديوان الخدمة المدنية تقريبا 380 الف مقذمين طلبات بتحكي عن ارقام بمئات الالاف مئات الالاف وبالمناسبة في كثير من اللي بيشتغلوا مش راضين عن شغلهم لانهم بيشتغلوا في غير تخصصاتهم في غير مجالاتهم وشغلهم مش موفي معهم يوجدو بيأمن لهم كثير من الاردنيين كثير الشغل بيأمن لهم المواصلات اللي بدون يروحوا فيها على الشغل هذا اللي استفادوا فيه من الشغل ان الشغل بقدر يعطيك راتب انك تروح على الشغل طب غير هيك اكل شرب بديش حكي عن رفاهية ولكن شباب بدوا عد لمستقبله بدوا يتزوج بدوا شقة بدوا سيارة بدوا تكاليف بدوا يطش يسافر انسى الموضوع انسى الموضوع حتى على مستوى دورات دورات وتأهيل ودراسات عليا وحتى الدراسة الجامعية نفسها كلها مرهقة للشباب كثير صار يعني من شبابنا اللي بيشتغلوا بدرس مع بعض عشان يخفف على عائلته لانه العائلة اللي عندها كذا شب وبنت يعني في عمر الدراسة الجامعية صار فيه معملية اختيار مين اللي بدنا ندرسه مين ما بنقدر ندرسه اللي ما بنقدر ندرسه بده يدخل على سوق العمل بكير ودبر حاله واللي بدنا نقدر ندرسه يعني رح يكون بالموت حتى نأمن له رسوم الدراسية ورح يكون عليه ضغط نفسي ومعنوي وغير قلت انه مش المسؤول عن هالحكومة الحالية وامور متراكمة واقع صعب ماشي الحال وهنا الفكرة بان الرزاز والحكومة الحالية تتحمل جزء كبير جدا من المسؤولية وشو اللي خلى الشباب دا اقولكم شغلة شو اللي خلى الشباب يطلعوا بهذه المبادرة وبهذه الفكرة الاحتجاجية الجديدة البطالة ما هي مهمة من زمان عندهم بطالة ومن زمان في عنا بطالة والاوضاع عندهم ليش بالتحديد الآن الاعريني ماشي الاعريني بطلع الفكرة ونشرها وصارت قابلة للتداول في المحافظات تمام ولكن ليش الاعريني ولش الشباب برضو اندمجوا بسرعة بهذا الموضوع لانه اتعرضوا لاستفزاز وهذه نقطة مهمة جدا والاستفزاز المسؤولة عنه الحكومة الحالية الحكومة الحالية بتتشارك مع مجلس النواب بتتشارك يعني مع المسؤولين في الدولة ليه انا بدأ قلكم موضوع تعينات النواب تعينات النواب الحكومة فكرتها صفحة وانطوات والناس بتنسى وذاكرة السماك لا لانها بتأثر على المزاج العام تعينات النواب استفزت الناس واستفزت العاطلين عن العمل وقال لك اذا انا مايريش ظهر ومايريش وسطة ما بتعين وشوفنا كيف اشقاء نواب بحطوا النواب قصدي يعينوا اشقائهم في مناصب علية في الدولة ونفس الدكتور عمر رزاز مع الاحترام لما عين رئيس ديوان الخدمة الجديد ديوان الخدمة المدنية اللي بده يصير مسؤول عن العدالة في التعين هو ما تعين في عدالة مصر في لا اعلان رسمي للوظيفة ولا مقابلات ولا امتحانات ولا تصفية للمؤهلين في الاردن حتى نعطيه هذا المنصب لرئيس ديوان الخدمة المدنية اللي بده يصير يشرف على الوظائف وعلى معيار العدالة اللي هو المعيار الأهم فيها هو أصلا ما وصل بعدالة يمكن يكون يستحق يمكن يكون يستحق ويمكن يكون فعلا كفاءة منقطعة النظير ولكن ليش ما يوصل هذه الكفاءة عن طريق عدالة عن طريق برنامج معين عقل بلتاجي عقل بلتاجي بيستفز الشعب الاردنيتر عقل بلتاجي سبب رئيسي لأن الشباب تطلع يمشي 360 كيلو من العقبل الديوان الملكي أكثر من 350 كيلو ماشي بهالجو البارد برد قارص في الليل ومبارح أحد الشباب اندعس لأن الطريق الصحراوي مش ضاوي وشاحنة دعسة أحد الشباب الله يشفي وسمعت خبر مش متأكد منه أن أحد الشباب زوجته توفت وأصر أنه يكمل المسيرة أنا إذا هذا صار خبر حقيقي أنا ألوم ولا ما أتفق معه هذه زوجتك أم عيالك عشرة العمر تتركها وتوفت وما تحزن وتروح تودعها ما بدأ يدخلوا هذا موضوع خاص موضوع خاص بل لكن يعني خبر تم تداوله خلينا في موضوعنا موضوعنا عقل بالتاجي والشلي اللي برضو تعين أتورجناكم صورها في الحلقة الماضية اللي أقل واحد عمره 70 سنة 70 و 75 و 80 عم بشغلوا مناصب ابتداء من وزارات ومؤسسات وغيره هذا بيستفز الشباب بيقول لك أنتوا بتعينوا أبو الثمانين أبو الثمانين بتعين وأنا الشاب أبو العشرين وأبو الثلاثين مش بشتلاقي تعين تستفز وبدأقول لكم الشغلة بيطلع لنا الدكتور عمر رزاز وبيقول أنه إحنا يعني كان فيه مذكرين موضوع اجتماع رئيسة الوزراء اللي حضروا الملك اللي طلع بالتزامن يعني حضور الملك ما كان سبب تعينات الأشقاء النواب ولكن بالتزامن والملك أشار للحكومة لتوخي العدالة وطلع حكى الرزاز أنه إحنا بلنا نشوف ونشوف السيرة الذاتية ونراقل إذا واحد ما بستحق رح نفنشو طبعا ما حدا ما بستحق وكلهم سيرتهم الذاتية لأنها كلها بادية بالواسطة بين النجاح في التوجيه وفي الجامعة وإذا درس دراسات عليا وتوظف في بداية حياته عشان ياخد خبرة كله عبارة عن واسطة متراكمة حتى توصل لأنه ياخد منصب عالي ما علينا وحكوا أنه فيه لجنة الوظائف العليا لجنة الوظائف العليا ولي برأسها نائب رئيس الوزراء رجاء المعشر اللي ما حضر أول جلسة للبرلمان بعدها عشان ما ييجع عليه اللوم وبعض المحللين قالوا أنه فيه خلاف بين الرزاز وبين رجاء المعشر على هذا الموضوع كذا 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 شوفوا شوفوا لشو اللي صار اليوم اليوم قبل أكمن دقيقة شو صار صار فيه إقالة لناصر الشريدة رئيس منطقة سلطة العقبة الاقتضية الخاصة طبعا هو الخبر استقالة وقدم استقالة طبعا معروف المعلومة أنه ما فيه مسؤول في الأردن بيستقيل يمكن أن ينعدوا على أصابع لأيدي الوحدة ومش كل الأصابع اللي استقال من راسه احنا بتم إقالته ولكن الخبر عشان وضعه الاجتماعي وكذا بيقوله استقالة لكن هي إقالة وقيل استقال المهم راح ناصر الشريدة عن منطقة العقبة فطبعا تسألوني ليش وما أحد يعرف ليش لأنه ما أحد يعرف ليش تعين أصلا وليش أقيل زي وزي أي مسؤول في الأردن ما أحد يعرف ليش تعين وليش طار من مسؤوليته لكن اللافت أنه خلال دقائق الخبر على طول استقالة الشريدة وتعين نايف البخيت من نايف البخيت شخصية أردنية مع الاحترام والتقدير لشخصه كان رئيس منفوضية منطقة التطوير المفرق والآن أصبح بالعاقبة ماشي الحال الفكرة مش بالشخص مش بالشخص ولكن الفكرة أنه إنت قبل أكم من يوم قعدتوا تنظروا علينا يا حكومة أنه إحنا غلطانين ونبدأ من الجديد طبعا هذه كل مرة بتصير وبدنا الوظائف العليا طب هاي وظيفة عليا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كيف تم اختيار هذا الشخص الجديد حتى يشغلها يعني ليش هذا الاستفزاز الإضافي يمكن يكون الشخص المعين يستحقها بس يأخذها بجدارته عن طريق شفافية في التعيين مش معقول الاستفزاز اليوم بلسه اليوم طار مسؤول وإجا مسؤول بنفس الطريقة التقليدية اللي عبارة عن العلاقات الشخصية والواسطات والمحسوبيات والعطيات وغيره وتدوير جماعة المسؤولين إيشي مش طبيعه ومستفز حقيقة حقيقة مستفز وهنا أنا بدي أقول بأنه كثير من مشاكلنا هذه بكررها ما إلها أي علاقة بظروف إحنا خارج سيطرتنا يعني كثير من المسؤولين بقعدوا يقول لك واليوم اليوم في مليون تصريح على موضوع اللاجئين السوريين وأعباء اللاجئين السوريين ومسؤولين بيطلعوا بيقول لك والله مذام القضية الفلسطينية ما نحلت إذن الداخل الأردني ومشاكله ما لح تنحل إيشي بيقول لك الأزمة اللي صارت في سوريا وفي العراق وفي الربيع العربي أثرت على السياحة وتراجعت المردودات وكذا إيشي بيقول لك اللي صار بمصر أدى إلى أنه الغاز ينقطع وبالتالي ارتفعت بطل عندنا غاز واتفعت يعني قيمة توليد الكهرباء بطلنا على الغاز المصري يصرنا على النفط الحفوري الحجري اللي هو وصار عندنا مديونية عشركة الكهرباء ونتحملها ترى 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 الأزمة المالية العالمية أثرت علينا هذه صحيحة يعني في منه يعني مش إنه ما في منه لا في منه ولكن أنا أعتقد أنه هذه ما بتشكل نسبة كبيرة إذا ما درسنا واقعنا إن هذه الأسباب أسباب خارجة عن إرادتنا معظم مشاكلنا معظم مشاكلنا ما عندي نسبة لأنه ما في دراسة وهي بدها شغل ولكن من خلال قراءة ومن خلال متابعة يومية لواقع بلدنا معظم المشاكل هي من أيدينا ومعظم المشاكل لنقدر إنحلها إذا توفرت عنا إرادة حقيقية للحل إرادة حقيقية للإصلاح إرادة حقيقية إنه إحنا نشوف نستثمر بلدنا خير استثمار نستثمر بلدنا خير استثمار والموارد اللي في بلدنا ونقدر نطور ونقدر يكون في عنا عدالة وشفافية وتكافؤ فرص وغيرها من هذه المصطلحات اللي نسمعها في محاضرات ورقاءات للوزراء ولكن على أرض الواقع ما في إشي منه يعني أنا بدأ أقولكم تصريح صدر عن دائما ما استشد في تصريحاتها وزيرة الطاقة وزيرة الطاقة زواتي بتحكي بإنه الأردن الأردن رابع عندها رابع احتياطيات العالم في الصخر الزيتي والصخر الزيتي حسب تعريف الوزيرة صخره فيه زيت هيك عرفته ولكن هذا تصريح حقيقي ولكن الواقع إنه الصخر الزيتي هو إحدى الموارد اللي ممكن استثمارها لتوليد النفط يصير في عنا نفط وأمريكا الولايات والتحدة الأمريكية عم تستفيد من الصخر الزيت اللي عندها حتى يكون في عندها نفط وعندها اكتفاء ذاتي في هذا الموضوع إحنا نحكي عن الكرة الأرضية شايفين الكرة الأرضية بكل دولها في عنا أكثر من 200 دولة في العالم الأردن الله سبحانه وتعالى استفاها يعني إنه فيها موارد هذه المنطقة العربية كلها فيها نفط وفيها غاز وفيها كذا اللي تم الاعتراف فيه الاعتراف فيه في الأردن غير اللي مش معترف عليه والمسكر إنه الأردن رابع احتياطي على مستوى الكرة الأرضية في الصخر الزيتي طبعا أنا شا استفدت من هذا التصريح شا استفدت إذا ما تم استخراج الصخر الزيتي وما تم استثمار وخير استثمار وبطلنا نعتمد على الاستيراد مصادر الطاقة وصلنا نطلع طاقتنا بدينا وصلنا نوفر على الخزينة وبالتالي نقلل من المديونية ونعزز من المشاريع التنموية شوف هاي موارد نحكي عن مواردنا اللي مش مستغلة وباعتراف رسمي اللي الرسمي ما بعترف إنه عندنا نفط ولا عندنا غاز ولا عندنا نحاس في ضانة ولا عندنا وغير اللي بيعناه غير الاسمنت اللي بيعناه والفوسفات والبوتاس ويخوية خالد تسلكنا بخمسين مليون قلتلك عهانها مبارح خالد الصرايرة رئيس شركة البوتاس اللي بيقولك عن موضوع تسليك الحكومة عشان يدفعوا رواتب من حساب الشركة هذا كله كله يؤكد ويدلل على إنه إحنا بأمس الحاجة لتغيير النهج النهج الذي يسيطر على حياتنا والذي يحكمها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره بدأ يقول لكم شغلة مبارح يعني أمثلة من حلقاتنا حكينا عن أو أول مبارح عن مشاكل لقطاع الألبسة التجار تجار الألبسة والأقمشة وغيره كل المشاكلهم عبارة عنه إحنا يا جماعة بدنا نقعد مع المسؤولين نقعد مع المسؤولين ويسمعوا مننا ونحل مشاكلنا بلغة الأرقام نفيد ونستفيد نخلي إحنا نستفيد كتجار ونعمل حركة في السوق هذا الحركة رح تفيد المواطن ورح ترخص عليه شراء السلع ورح تزيد دخلنا ورح نعمل حركة ونشغل شباب يشتغلوا معنا ورح تزيد الإرادات الضريبية من الحكومة هذه أهم نقطة الحكومة هي راكبة رأسها ومسرة بدأت تفرض عليهم ضرائب وبدأت تفلسهم لتأخذ ضرائب مباشرة بشكل مباشر مثلا بمبلغ معين خلنحكي بدأت تأخذ عشرة مليون مباشرة تحطهم بالجيب تأمن عليهم ولا إنه بدأت تسهل وتصير في حركة اقتصادية تعود إلها بدل عشرة مليون مئة مليون ولكن بطريقة من هون ومن هون لا هي بدها على المضمون بعقلية يعني عقلية تقليدية يعني أستغرب إنه في عندنا مسؤولين ودرسين بره وعندهم علم والتكنولوجيا بيعرفوه عن تطوراتها وبيعرفوه عن وين العالم صار وين إحنا متخلفين وما حيكي مصررين على نفس العقلية على نفس العقلية لآن مصلحة طراونا النائب بقول لك حتى بعد اعتقال مطيع تهريب الدخان زايد بشكل خرافي ليه؟ ضرائب معروف فيه نسبة معينة إذا بتزيد عنها الحكومة بتزيد عنها رح تقلل الإيرادات الضريبية لأنه رح تشجع التهريب رح تشجع ورح تعمل ركود ورح تقلل من الحركة التجارية وتعمل الضعف للقوة الشرائية أسباء يعني أشياء معروفة وبدهية الحقيقة اللي يفترض لمسؤولين على مستوى دولة مسؤولين عن دولة وعمرها مئة سنة بدي يسير كمان مئة سنة وعننا كل الكفاءات اللي نفتخر فيهم على مستوى العالم ومش عارفين ندير أمورنا وأحوالنا هذا قطاع مثلا الملاب مبارح خدنا قطاع جديد قطاع الإسكانات الإسكانات بيعاني بقول لك الأردني الأردني ثاني على المستوى العربي اللي يشتري في تركيا وهو الأول على مستوى العربي اللي بيستثمر في دبي في بورصة دبي شوف الأرقام كله طالع برة بقول لك عن جلب الاستثمارات الأجنبية للأردن طب إحنا نمسك في الأبناء البلد ما يطلعوش برة قبل ما نجيب الأجنبي يستثمر عننا نمسك أولاد البلد والمال الأردني المحلي وقبل أكم من حلقة حكينا تقريبا كان عندنا في البنوك الأردنية 35 مليار دينار 35 مليار دينار ودائع للأردنيين هذول حطينهم في البنوك بدون أي فائدة اقتصادية طب هذا لو 35 مليار نضخ جزء كبير منها في السوق شو رح يعمل في البلد شو رح يمعد الانتعاش لو السوق آمن لو السوق في قوانين وتشريعات مستقرة وبتشجع على الاستثمار شوفوا قديش رح يصير في عندنا شغل ومصانع وحركة وتنمية ونشغل الشباب العطلين على العمل ونحسن الظروف المعيشية بدأحكوكم مثلا مثال كيف الحكومة برضو بتستثمر استثمار بجيبة المواطن الأردني وفقت قلنا قبل عن رفع أسعار الكهرباء وتصريحات يعني من الاقتصاديين قال جزبيتي رئيس القسم الاقتصادي في الدستور قال لك الكهرباء رفعوها مرتين وإحنا مش جارين بتم الرفع والمواطن الأردني ما بعرف والبنك الدولي بوصلين رفع أسعار المي وضرائب بتتفاجأ أنت بتمسك فاتورة بتروح بترخي السيارة في بنود جديدة في تفاصيل جديدة كله بتم رفعها بدون ما يعرف المواطن الأردني اليوم اليوم أحد المواطنين بيقول لي رحت أعمل هوية لابني عشان التوجيه صار عمره 18 سنة صار عمره 18 سنة وشهر ويوم راح ودفع كل الرسوم وكل أمور الطبيعية المعروفة وأعطى ابنه كمان خمس لرات زيادة الحالات الطوارئ تمام اللي يكتشف بعدين ابنه بيحكي معه بيقول له تعالي يا ببدي كمان خمس لرات ليش؟ نحن دفعنا وكل الأمور عارفين هو الرسوم إصدار الهوية لا في علي غرامة عشر دنانيات ليش هي الغرامة هذه الغرامة عشان تأخرت عن أن أطلع هوية بعد ما صار عمره 18 سنة معطينا مهلة شهر وانت صار شهر ويوم يعني لو أجلت مبارح كما دفعت العشر لرات طيب هذا القانون من وين طلع من اللي طلع هذا القرار إنه أنا بدي عشر لرات إضافية للي بتأخر ولا حتى هذا اللي طلعوا المشؤول بدون ما يشاور حدا ومجلس النواب ما بدي لأنا هذا الموضوع هاي قصة تفصيلية صارت اليوم في إحدى الدوائر وقيسوا عليها قيسوا عليها قديش بيطلعوا رسوم إضافية غير الرسوم أصلا الخيالية اللي احنا ندفعه وضريبة ضريبة الضريبة وفي ضريبة ورسوم وفي طوابع ورسوم طوابع بنفس الفاتورة طوابع ورسوم طوابع وبعدين بيقولك أخرى هاي أخرى لما يعني ينزنقوا في المصطلحات اللغة العربية ما أسعفتهم حتى يصفوا أسماء للضرائب بيقولك أخرى وبحط عليها ضريبة أخرى هاي كذا دينا طيب الفكرة هون مين اللي بدير هذه المنظومة هل بيصير أنا أفرض هذه الضرائب على المواطن الأردني هذا كله وأنا سمعتها من أحد المسؤولين عن الدواء الدائرة كبيرة جدا في أردن وبتأخذ رسوم من الناس إنه أنا عشان أقوي حالي عند الحكومة وعشان أبين لهم أنه أنا مدير شاطر مش مهم تسهيل المعاملات على المواطنين ولا المهم يعني أني أروح للتكنولوجيا والأتمتة وكذا ولا المهم أني سرعة إنجاز المعاملات أو التسهيل عليها والمحافظة على الاحترام المواطني النظافي كذا لا أنا إذا بدي أطول في منصبي بدي أجيب إرادات أكثر للدولة وبالتالي أول إشي بيعمله أول إشي بيعمله عمله هذا مثال وأنا أعتقد أنه هذا المثال يعمم على مؤسسات أخرى بجد معمل اجتماع مع رؤساء الأقصام يا جماعة بدنا نزيد الرسوم بدنا نحصل أموال إضافية عشان تزداد أسهم يعني عندي الحكومة عشان نقولهم أنه إحنا هنا الدائرة سين كان المدير الفلاني يعطيكم مثلا سبعين مليون هنا إحنا أعطناكم خمسة وسبعين مليون في خمسة مليون إضافية أعطناك أعطناك بها وهيكا بتكافأ وهيكا بتكافأ وطبعا هاي الخمسة مليون الله أعلم وين رح تتوزع ولكن منها هيكا بيكون المسؤول عنه راضي هذا هو الواقع هذا الواقع شو سببه؟ سببه اعتداءات على باب الرحمة في المسجد الأقصى اللي إحنا مش قادرين نلمون عليها أصلا ولا سببه اللي بيصير في إدلب ولا تفجير هزان في إيران مش فاهم إيش نحط الحجة يعني ولا الانقلاب في فنزويلا مثلا كلها أمور داخلية إحنا المسؤولين عنها ما علينا نكتفي بهذا القدر لنذهب إلى وقفة قصيرة كالمعتاد نبدأ من بعدها باستعراض مجموعة من الملفات في شيء من التفصيل فتفضلوا بالبقاء معنا